شكراً على الاستضافة يعطيك الصحة نحب نرحب أيضاً بسيدة ريم بن علي بوعشير رئيسة وحدة بالإدارة العامة لدراسات والتشريع الجبائي مرحباً مدام ريم يا عيشك شكراً على الاستضافة ثلاثة سؤالات توجهوا بهم مواطنين وصلوا لي بالعديد من الرسائل كو سواء على فيسبوك حتى رسائل معناها بالتمبري معناها يتسائلوا على ثلاثة مواضيع فيما برشة تونيزين ريزيدان الاترانجي يتسائلوا يقول لك اليوم فيما نظام آخر تعمل في قانون مالية ننجم على أساس وين نعيش البرة نتمتع بالليف سيارة متاعي ولكن نتمتع النجم نجيب زادة كرهبة أخرى وندخلها في إتار ما يسمى بلا جريمو معناها الترخيص هذايا ونحن معاش رهمين لأن الموضوع هذايا معناها موجود من قبل لكن السنة في قانون المالية تم توظيف أداء جديد على النظام هذايا باش نحكيوا عليها النظام هذي وباش نحاولوا ربما نميزوا بين النظام متاعلي في السيارة والنظام معناها متاعها التفاضلي هذي الموضوع الآخر يقول لك زادة كان فاما في القانون ومجزين موجود في القانون ذوي الاحتياجات الخصوصية ينجموا يجيبوا سيارات كانوا يكزونيري معناها ما يخلصوش ديوانة بالكل اليوم ولو يخلصوا في عشرة في المية والسيلاندري متاحهم السيارات هذو ما زادة من سيلاندري لي بدلة السيلاندري أما مخلصوش الموضوع الثالث الكاش الكاش كانوا فاما بوكو تسيزي أنا كنت في جربة ليمات اللي فاتت كانت فاما مداهمات للسوق الذهب في جربة ومبالغ كبيرة وكبيرة جدا واليوم فاما لخبتها عند الشارع التونسي يقول لك ما نعرشش بدت فلوس من عند البنكة وقعد ندور بيهم زوز ملايين ثلاث ملايين أربعة ملايين عشر ملايين خمسة ملايين مانيش عارف وقتاش ندور بالفلوس وقتاش مانيش ندور بالفلوس دونك هذو المواضيع تفضلتون توم يعطيكم الصحة مادام ريم و سي هيثم بشتحاولوا تفسروا همنا وماذا بينا نبدأوا بالموضوع الأولاني هو النظام التفاظلي هذي اللي بيموجبه ينجم التونسي اللي عايش البرة يجيب السيارة بخلاف لف سيارة متاعه نخلي لك الكلمة مادام ريم تعطينا شرح لسباب ومن بعد سيد العميد ربما يفسرنا الموضوع زادة وعلى أرض الواقع كيفاش تتم العملية حتى على مستوى الإجراءات أيضا فاضل مادام ريم أوكي مرحبا يعايشك يعايشك سي أنيس بي لكلنا نعرفوا اللي الكراهب في تونس يتحملوا جباية مرتفعة نوعا ما صحيح في إطار القانون العقم عنا دونك رجيم سبيسيفيك للكراهب فيه معناها الأداء على القيمة المضافة وفيه معلوم على الاستهلاك اللي يتوظف بنسب متفاوتة ومرتفعة حسب معناها ساعة الاستيوانة سيلاندغي متاع الكراهب وحسب التيب دوكاربيران حسب نوعية الوقود المستعمل جزيل وإلا إسانس هذي النظام العام بالإضافة للنظام العام هذي عنا أنظمة تفاضلية أنظمة تفاضلية يتم فيها التخفيض في المعاليم المستوجبة وهوني نوتامون المعلوم على الاستهلاك اللي هو أكثر معلوم كي باز في التكساسيون متاع الكراهب يتم التخفيض فيه في هالأنظمة التفاضلية هذية عنا النظام متاع الوكالي وقت اللي نشلو من عند الكنسيسيونير عنا النظام بخيفيليجي متاع تونحكي وعليهم من بعد زيد الكراهب متاع ذوي احتياجات الخصوصية أنظمة تفاضلية معناها تخفيض في المعاليم هذيك وعنا أنظمة تفاضلية أخرى تتعلق بالتونسيين المقيمين بالخاش دونك لتونسيين رزيدان الاترانجي عندهم دي ريديكشن وقت اللي جيب الكراهب هنا معناه جس بش نفسر معناه سيادة قاعدة تقول أنه المبدأ وأنه الإنسان اللي جيب سيارة من البر يخلص عليها دروات كونسومation كبيرة وديوانة كبيرة هذا كعليش ما يساعدش اليوم أي إنسان يجيب من البر ويمشي يشري من عند سيارة الشعبية وفم 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 وكل مرة قاعد لمحاله يتطور التشريع متاعه في 2013 تم من إعادة نظار في النظام هذا وهو يمكن التونسيين المقيمين بالخارج اللي يجيبه هو النظام هو ككل راهو يتعلق بالمعدات والتجهيزات والشاحنات اللي وقت يجيبهم ينجم يجيب كراهب ينجم يجيب مكينات ينجم يجيب أي حاجة وقت يجيبهم هذوما في إطار إنجاز مشروع وإلا المساهمة في مشروع معناها بش يعمل أم بروجي في تونس مشروع اقتصادي المشرع يمكنوا من إعفاء كلي من دفع الأداءات والمعاليم المستوجبة على أكل معدات والتجهيزات اللي بش ينزج بهم المشروع ويمكنوا كيف كيف من الإعفاء الكلي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة على كالشاحنة والشاحنة اللي هي المدرجة بالرقم التعريفة الديوانية كاتر بانتسات زيرو كات الحقيقة وفم أمر أندكري صادر في 2012 ينظم الشروط والإجراءات متاع الانتفاع الانتفاع بالامتيازات هذوما الحقيقة على مستوى التطبيق برزة عديد الإشكاليات تبين أنه فما ديتورنمان كبير متاع الأفانتاج قبل ما نمشي ودي تورنمان هذا معناها سيادتي قاعدة تقول لي أنه اليوم أنا نعيش البرى عندي الحق في الافانتاج فيسكال نجم جيب سيارة ندخلها على رجيم افسير شاحنة سيارة سيارة نولانية سيارة ندخلها على سيار متاعي هذيك حر مالي نخلص 25% نخلص نون تاسبعتاش دينار والنجم زادة سيهايفم إذا لو كان نعمل شركة وهكذا تحكينا أنت على في إطار الشركة هذيك نكمل نجيب كاميون ولا نجيب ماتريال آخر ولا معناها معناها معدات ندخلهم زادة ونتمتع باستثناء استثناء جيبائي هذا هو الكلام هكذا؟ نعم هو كل مواطن تونسي مقيم في الخارج يبلغ سن الرشد عنده حق في بعث مشروع في تونس سواء مشروع صناعي أو مشروع فلاحي ولهذا الغرض ينجم يقوم بتوريد المعدات والتجهيزات وكذلك شاحنة لبعث هذا المشروع البعث مشروع أو المساهمة في مشروع موجود معناها قائم في تونس دخل في رسمال ولا ليهو معناها الإعفاء اللي هو يمكنه هو إعفاء كان كامل من دفع الأداءات والمعاليم الديوانية سواء في توريد المعدات والتجهيزات أو في توريد الشاحنة الحاجة الجديدة اللي جات في قانون المالية لسنة 2023 هو كون الشاحنة أصبحت معاتش فيها إعفاء كامل من دفع الأداءات والمعاليم الديوانية فما فيها دفع 10% من معاليم الديوان عند التوريد يدفع 10% على قيمة الأداءات والمعاليم الديوانية باش تولي السيارة تدخل في إطار هذا المشروع كي نحكيو على شاحنة كالتيب دو كاميون معناها نحكيو على سيارة معناها اسكو فاما حمولة معينة اسكو شاحنة كبيرة معناها كيفاش العملية هذو ما في أنيس عندهم أنجي بي معين ليهو 87-04 في التعريفة الديوانية يعني هذو ما مهمش سيارات سياحية سيارات تخطر تصنيف الديواني سيارات السياحية لا لا أعطينا إجزمبل معناها اليوم مغي ما نعطيه أسامي مركات معناها نحكي على كادي نحكي على ما نعرش أنا أوتوليتار أوتوليتار بيكاپ بيكاپ شاحنة تبيرة لنقل البضاء هذو هما كل الشاحنات اللي هي تعتبر شاحنات للاستعمال التجاري أو صناعي ما دامريم حكيت على ديتورنمون وهذاك عليش أنتوما ربما مشيتوا في تنقيح الإجراء هذايا وزدتوا ربما معناها فرثتوا عليه نوع جديد من الإجراء شنوما لديتورنمون اللي شفتوهم على أرض الواقع سيد هايتم زنات هو خلال السنوات الفارت ألاحظنا كونه معناها ديتورنمون هذا صار في طريقة استغلال الامتياز الجبائي الخاص بوسيلة النقل اللي هي الشاحنة ومتمثل في ثلاثة مخالفات تقريبا أصبحت تتواتر بمعدد كبير والكل تدخل في إطار مخالفة عدم الوفاء بالالتزامات المكتدبة من قبل منتفعين بهذا النظام لأنه وقت اللي يجيب هو المعدات والتجهيزات المتاعه والشاحنة يقوم بإنضاء على يكتتب التزام كونه لا يفوت في هذه المعدات والشاحنة طيلت مدة خمس سنوات وتتكتب حتى في البطاقة الرمادية تخرج نونتا ويبدأ موجود في البطاقة الرمادية شرط عدم التفويت تحجير عدم التفويت وكذلك يجب المشروع يقعد متواصل لأنه المشروع مدة خمس سنوات يجب أن يكون مشروع متواصل لا يتم إيقاف المشروع على الاشتغال البتين ده يوقفها يفهموا هم اللي يسمعوا فينا كونه كي البتين ده توقف راهو الديوانة تسترجع حقها في الامتيازات الجبائية الممنوحة على هذه الوسيلة أو التجهيزات بصفة عامة فلاحظنا لكونه فما عدد كبير جدا من المخالفات متمثلة في التفويت في الشاحنة آي بيحها نعم أو يحيل السياقة متاحة بمقضة توكيل وأعوان المراقبة متمثلين في أعوان الضابط العدلية الحرس والشرطة والديوانة وكذلك أعوان المراقبة التجارية يقوموا بمعديد المراقبات على الطرقات ويتفطنوا إلى عدة مخالفات متمثلة في سياقة شاحنات تحمل ترقيب نونتا وفيها شرط عدم التفويت لمدة خمسة سنوات في إطار بعض المشاريع وتتم سياقتها من طرف الغير بمقدة توكيل والتوكيل هذا غير قانوني فما شروط معينة في النشاط التجاري مضبوطة بمجالة التجارة كيفية سياقة الوسائل يجب أن يكون شخص يشتغل في الشريفة لكن نفعل معك سيد العميل هيتم زناد نتقل باسم الديوانة التونسية كيف نجم نفوت فيها وهي نونتا كيف يصير العملية هذا هو التجاوز يعني ما يحاجب عقد بيع لأنه ما تسجلوش لقباض المالية فيقوم بتحرير توكيل باستغلال أشياء بعد ما احترموش كما قال سيد العميل الإجراءات معناها والشروط للانتفاع بالامتياز كان بش يصير لهم دي الشيانس وقت اللي هما حبوا يسكروا البتين ده نوتامان لكا هما التوقف عن نشاط يمشوا يحبوا يسكروا البتين ده هو عنده مدة تحجير كما قال سيد العميل خمسة سنوات باش يواصل النشاط متاعه هو معام عامين ويمشي سكر البتين ده وحب يسوي الوضعية وقتها يلزمو يدفع الأداءات والمعاليم المستوجبة الكل يتم صحب الامتياز أقول واحد لكن الحقيقة تبين أنه هذي عديد الحالات الاجتماعية وكان فما معناها شوية ضغط وكل حبينا نسويه والوضعية سوينيها بالقانون وكان الفصل معناها في قانون مالية 22 بدفع معناها التسوية للناس اللي يحبوا إيجاي وسوي وضعيتكم وأدفع عشرة بالمئة من مبلغ الأداءات والمعاليم المستوجبة على الشاحنة هذيك وعطيناهم وقتها مدة ستة شهر لحد موفى جوان 23 باش يسويوا الوضعية متاع الشاحنة هذيك وباتي بار كيما قلت لك أنه على مستوى الدوانة قادوا يلاحظوا معناها توتر المخالفات في هذا الإطار إذاك عليش جاي الفصل متاع سنة وقلنا سبعين أي الفصل سبعين وقلنا أنه هذي يبش يولي معناها فما ترشيد الامتياز ترشيده في التجاه معناها هو ما تمش حظفه راه الامتياز ونحب نأكد أنه التونسيين المقيمين بالخارج راه المعدات والتجهيزات اللي بش ينجزوا بهم مشاريع يتمتعوا بإعفاء كل من دفع الأداءات والمعاليم راه لا تفيا للدروات دوان للدروات كونسوماتيون إبنتوالما كان لكيب ما فيه والكراهب اللي يجيبوهم والشاحنات هذو ما في إطار المشاريع بش يدفعوا عشرة بالمئة من مبلغ الأداءات والمعاليم المستوجبة معناها هو راو ترشيد في الإطار ترشيد ونظراً لكيما قلنا لتحويل وجهة والامتياز للقناة ساير على مستوى التطبيق الحقيقة وعينوه الزملاء متع الديوان بطبيعة معناها هو الإدايا زادة بش اللوخيين اللي يسمع فينا يفهموا أنه الدولة ميش بش تعاونك بش انتي تعمل اندي تورنمان دو بريفيلاج معناها الدولة عملت هالا فانت تساهم في الدورة الاقتصادية بش تمشي تعمل أجريمان بش تمشي تحل البطين ده بش تعمل شركة تمشي للأبي تمشي لأبيا إذا لو كان مش تخدم فلتوسكي أغريكول معناها فلاحي وكل شيء والكربة اللي بش تجيبها هذية انتي ديجا عندك لپوسيبليتان انك تجيب فسير على روحك معناها هذا لا ما ما معناها هذا ما ينحيش هذا بالعكس انتي عندك دو بريفيلاج فينا الما دونك أما إذا لو كانت تولي العملية امتاع أنا نجيب بش نتمتع بخلاص أقل ديوانة بش أنا نمشي نبيحها وندبر فيها راسي وفمني وكل شيء وقتها دونك الدولة تقول لك لا والوزارة المالية تقول لك لا سيجي بيان ريزومي هذا هو الواحدة فاصل ونرجع بش نحكيه على السيارات اللي يجيبوهم ذوي الاحتياجات الخصوصية صار فيهم تبديل زادة هنا بش نفهمو شن هو التبديل اللي صار في مرسومة المالية بعنوان 2023